بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة القرآن كتاب كامل ومحكم من أوله إلى آخره من أول حرف إلى آخر حرف في اللغة العربية نحن نعلم أن لدينا حروف الأبجدية تبدأ بالألف وتنتهي بالياء يعني كما يقال من الألف إلى الياء يعني إذا أردت أن تعبر عن شيء أنه شامل تقول من ألفه إلى يائه أو من الألف إلى الياء الحقيقة في القرآن الكريم ظاهرة عجيبة جداً اكتشفناها حديثاً وهي أن كل كلمة تتميز بحروف محددة وهناك حروف تتكرر وحروف لا تتكرر فيمكن أن نجد مثلاً بعض الأحرف تتكرر مرتين أو ثلاث مرات يعني سأعطيكم مثال على ذلك أيها الأحبة من البرنامج من خلال يعني هذه الميزة هنا أستطيع أنا أن أفرز كلمات القرآن لنحصل على ما يشبه المعجم المفهرس من أول كلمة تأملوا معي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وهكذا حتى آخر كلمة من الجنة والناس طبعاً هنا يوسوس هي آخر كلمة في القرآن حيث إن الكلمات هنا غير مكررة يعني هو يعرض لنا معجم مفهرس للقرآن الكريم بضغطة زر فأول كلمة هي بسم وآخر كلمة هي يوسوس طبعاً كلمة الناس مكررة لذلك لا تذكر الآن أيها الأحبة أنا لدي هنا ميزة في البحث هنا سأكبر قليلاً فقط لكي نتعرف على هذه الميزة الرائعة طبعاً هذه الميزة أيها الأحبة هنا نستطيع أن نكتب مثلاً أنا أريد الكلمات التي تكرر فيها حرف الميم مرتين كم كلمة في القرآن لنبحث نجرب معاً نكتب اتنين ثم نكتب ميم أنا لدي 1772 كلمة كل منها تكرر حرف الميم مرتين مثلاً مما سمعهم بمؤمنين معكم إلى آخرين طيب مثلاً حرف الألف أنا عند 8645 مرة تكرر حرف الألف مرتين إياك إهدنا الضالين بالآخرة الناس إلى آخرين هناك حروف تكررت ثلاث مرت مثال لو كتبنا الثلاثة ثم كتبنا حرف الميم مثلاً مجد عشر كلمات فقط في القرآن مقامهما ممدكم مذموماً بإمامهم أعمامكم إلى آخره عشر كلمات فقط فيها حرف الميم تكرر مرتين طبعاً هنا تسع كلمات ولكن هناك كلمة تكررت مرتين يعني المجموعة عشر طيب مثلاً حرف اللام لدي 82 كلمة فيها حرف اللام تكرر ثلاث مرات الضلالة للملائكة للوالدين فللوالدين للرجال إلى آخرين ميزة رائعة يعني يمكن أن أي إنسان أن يقوم ببحث طويل جداً لا ينتهي فقط من خلال ترتيب واستنباط واستخراج هذه الكلمات وفيها إعجاز طبعاً الذي يهمنا اليوم نعود لموضوع الألف والياء من الألف إلى الياء عندما قمت بتجربة الحروف المكررة لاحظت أن معظم الحروف تكررت مرتين أو ثلاث مرات كحد أقصى إلا حرفين تكرر كل منهما أربع مرات في نفس الكلمة يعني أنا لدي كلمتين فقط في القرآن فيهما حرف تكرر أربع مرات لا يوجد غيرهما الكلمة الأولى قلنا نبدأ بالألف وننتهي بالياء سنكتب أربع ألف يعني كلمات التي فيها حرف الألف أربع مرات كم كلمة؟ كلمة واحدة أو آباؤنا كما نرى هنا إذن الكلمة الوحيدة في القرآن التي فيها حرف يتكرر أربع مرات قلنا لدينا كلمتين هي كلمة أو آباؤنا فيها حرف الألف طيب أربع ياء ماذا نجد؟ نجد كلمة يَا يَحْيَا يَا اتنين ثلاثة أربع يَا يَحْيَا أيضا كلمة واحدة يعني الله وضع لك آلاف الكلمات ولكن إذا نظرت لهذه الكلمات بصورة شاملة وأردت أن ترتبها حسب تكرار كل حرف فيها تجد أن لديك كلمة فيها حرف الألف أربع مرات لا يوجد غيرها في القرآن وكلمة فيها حرف الياء أربع مرات لا يوجد غيرها في القرآن كأن الله يريد أن يقول لك إن هذا الكتاب كامل من الألف إلى الياء نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بهذه الحقائق وأدعوكم أيها الأحبة لتجربة هذه الميزة الجديدة واستكشاف كثير من عجائب القرآن التي لم يكن أحد يتصور أن يحصل عليها من قبل لولا فضل الله سبحانه وتعالى أن أكرمنا بهذا التصميم الرائع لهذا البرنامج الذي فيه ميزات مذهلة جدا ربما من أهمها موضوع الإعراب موجود هنا وموضوع الجذور تبحث عن كلمة بكل جذورها بكل مشتقاتها فنسأل الله أن ينفعنا وإياكم بهذا العلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر